السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله النهاردة الموضوع الجديد خالص مطرط يعني ما قلناهش قبل كده خالص في القناة وهو البط البلدي وازاي بيرقد وامتى بيرقد وحاجات كتيرة ان شاء الله هنقولها عن البط ونأكله ايه كمان اولا ده البط المسكوفي ده احنا مربيونه مع بعض في القناة من اول عمر يوم فاكرين كنت جايب انا بط مسكوفي وبط مولر مع بعض وكنت مربياهم من اول يوم بيبدأ يبيت بعد ما يتم سبع شهور يعني ست شهور او سبع شهور بكتير البط المسكوفي الموجود دلوقتي مش هو المسكوفي الاصلي اللي كان بتاع الزمان اللي كان بيبقى كبير قوي قوي ده ويعدل عشرة كيلو كمان لا هو دلوقتي بقى ايه يعني اجيال ضعيفة شوية فبقى قريب من البط البلدي بتاعنا ناس كتير بتقولوا ان البط المسكوفي مش بيرقد بس انا الحمد لله البط المسكوفي عندي انا كنت مربيا واحدة قابل دول امهم اه لا مش امهم دول انا شريعهم من عند الراجل قابليهم يعني كانت بترقد كويس جدا وكانت بتبيض من حوالي 16 ل 18 بيضة كل مرة وكان بتطلحهم كلهم ما شاء الله فدول انا جبتهم ربيتهم لان البط التانية اللي كانت عندي اه اه قاعدت تغيريش كتير وبعدين انا دبحتها فحبيت ان انا اجيب مكانها انما اتذكر ده مجنس مسكوفي على بلدي هو ده ابن البط اللي كانت عندي كانت مسكوفي وكانت بترقد عادي يعني دول نتايتين اللي فضلوا ليه من التربية كلها اه نتايتين بتنقي طبعا لما بتربي بتنقي اكبر اه حجم اكتر واحدة حلوة صحية تقوية علشان تديك انتاج حوالي كويس يعني انت بتشتري مثلا بط المسكوفي من عند الراجل عمر يوم بتربيه عادي في البداية بيأكل علف 23 بعد كده بيأكل علف 21 وبعد كده تقدر تجيبه علف 18 يبقى ممتاز للبط او بتأكله علف 19 او علف 21 عادي لحد لما يبقى عنده 6 شهور زي ما انت شايفا كده طبعا بتدخلي في الاكل تشيشة هود فانا الحمد لله في البطة بشرت عندي بالبيضة هيت ما شاء الله ولازم نعمل لها تجهيزات بقى يعني لازم نحط لها 3 اربع اماكن كده بحيسية تختار منهم مكان ترقود فيه ويكون المكان فيه معزل عن البهدلة عن طيور تانية بتضربها عن ديو كرومي بتضربها عن فراخ تنكش لها البيض لازم المكان يكون هادي كده وفيه مستجمة يعني ما يبقاش فيه حاجة بتزعجها وكمان ما يكونش فيه حشرات اللي هي مثلا زي الفاش او حشرات صغيرة كده تدايقها ما تخلقاش ترقود فانا قبل ما بعمل لها العشة كده بحط بودرة بودرة رجل بودرة نامل عادية بترش بودرة في المكان وتحطي عليها بقى القش ده وتسيبيها وهي بتنقل مكان اللي يجب بس المكان لازم يكون نضيف وهادي وما فيش دوضاء ولا زحمة ولا اي حاجة تنكش لها العش بتاعها البطتين واحدة فيهم بشرت وباضت والتانية لسه التانية يعني ان شاء الله اسبوع او اتنين بالكتير ان شاء الله وهضبط تاني وهضبطية كمان يعني او بالكتير شهر اللي بيبقى التأخير بقى بيبقى نتيجة لان طبيعة نموها واحدة عن واحدة يعني في واحدة بتبقى اقوى واحسن من واحدة ما شاء الله البط المسكوفي حلو جدا جدا في البيت بيطلع البيتة كبيرة وبيبيد عدد بيت كتير جدا غير البلدي هوريكم دلوقتي ببطة البلدي اللي عندي او مجنسة بلدي على مسكوفي رأده وازاي هنطلع من تحتها كتاكيت وان شاء الله لما اطلع كتاكيت هبقى أوريها انا برأد تحتها كتاكيت وان شاء الله دل بارد و هنرأد تحتهم كتاكيت بنعمل ايه بقى بتسيب البطة تبيت خالص برحطة البيت منعفش البيت منكوش في كل حطة بمسج هي قبل ما تيجي ترأد البطة المسكوفي بالذات بيحب يبعطر البيت كده ويفرده في المكان لانت بيخاف عليه يسخن غير البطة البلدي بتاعنا اللي هو بيرص البيت من اول يوم تلاقيها من اول يوم عمال يعني ترص في البيت كده وتزبطه انما المسكوفي ده لأ بيحب ينكوشه كده ويبعطره في المكان وبعدين اما تيجي ترأد بتروح لماه او انت تساعدها وتلميديها واتلاقيها عملت علي عش ونتا فتريش كده او ما تلاقيها نتا فتريش من جسمها على البيت اعرف انها خلاصها ترأد لما ترأد بعد ما ترأد تادي من اول يوم رادت فيه تادي عشر ايام بالزبط وتكوني محوشة بيط بلدي تكوني منقية كويس منقية البيضة الكبيرة اللي هو بتاع الفراخ البيضة الكبيرة بس ما تكونش طويلة اللي هي بسفرين دي لأ اللي بسفرين طبعا ما تنفعش البيضة الكبيرة الحلوة اللي شكلها حلو يعجبك كده تنقي مثلا عشرة خمستاشر عشرين حسب اللي تحتها يعني لو هي بيضة تمنتاشر بيضة مشان فحط لها عشرين يعني حط لها بالكتير عشرة او اتناشر لكن لو هي بيضة اتناشر بيضة بقى يبقى عادي ممكن حط لها عشرين المهم ان انا محطش تحتها بيت كتير قوي بحيث بتعجز عن انها تدفيه وتقلبه لان البطة على فكرة بتفضل تدفي البيت وتقلبه كل يوم سبحان الله بالفترة كده هم عارفين ازاي يزبطوا البيت بتاعه فاحنا ما نزودش عليها الحمل يعني ما نفعش حطي خمسين بيضة ولا ستين بيضة تحت الفرق تحت البطة لا يعني هو في حدود مثلا ازا هي بيضة اتناشر واحنا حطنا لها عشرين او واحد وعشرين يبقى كده كام تلاتة وتلاتين بيضة حلوة او اكتر من كده مش هتقدر هي تدفيه ولا تطلع هنسيبها ترقض على البيت بتاعها عادي الاول عشر ايام وبعد كده نحط لها البيض اللي احنا عايزينه على اساس ان البيض البط بيقعد تمانية وعشرين يوم على بال ما يطلع انما بيضة كتكيد بيقعد واحد وعشرين يوم بس فعشان انا اعمل الفرق بين الوقت ويطلعوا كلهم مع بعض بعمل كده باستنى عشر ايام وبعدين احط بيضة ايه الكتكيد الفراخ ليه بقى؟ لان لو انتي حطي بيضة الفراخ في الاول مع البيض بتاحها الكتكيد هتطلع قبل البطة قبل البطة بتاع البطة قبل كتكيد البط فهيعمل لها ايه قلق هتطلع هي كمان هتحس انه خلاص وهتبصت لها قامت وتفشت من على البيض وثبت البط بتاعها الحرام يموت فاحسن طريقة زي ما بقولك كده ان انت تستني عشر ايام الاولانيين وتحطي يقوم كله يطلع مع بعضه البط مع الكاتاكيت يبقى كله طالع معاكي مرة واحدة فقوم تقوم البطة ايه تطلع تقوم تاكل تشرب خلاص بقى هتخلص المرحلة بتاعت الرؤات بتاعتها دي وعادي بقى انت مش محتاجها حتى كمان ترق التاني الاكل اللي بأكله لهم من بعد شتاني شهر بابتك احط بقى تشيشة ورده وعلف بياض اقولك بالزبط اللي في بطة عشان تبوت بوت كتير تعمل ايه دي البطة اللي رأى ده هي التحت دي تبطة مجنسة بلدي على مسكوفي هي بضت اتناشر بيضة بس او يمكن اقل فانا عشان هي يعني مديها على بلدي قوي فانا كملت لها 21 بيضة كتاكين وما حطتهمش تحتها غير بعد ما ايه ما كملت عشرة ايام شايفيني ريش النائم ده هي بتبقى شايلة من جسمها تدافي بولادها اسناء فترة الرؤات بتاعتها بقى نبدأ ان احنا نبطل نأكلها علف تسمين لا علف بيضة انا اي طول ما هي بتبيض يعني اللي فوق اللي بتبيض ضيان انا بأكلها علف بيضة من اول ما قبل كمان من قبل ما اتبيض يعني من ساعة ما يبقى عندها خمس شهور بفضل ااكل البطة علف بيضة تمام معت شيشة معرض اما تكون باضت ووضع التبيض بافضل ااكلها عايد اول ما ترقد بنغير العلف البيضة ونأكلها علف تسمين ليه بقى عشان هي بتبقى بترقد وبتقعد باليومين ما بتاكلش فمحتاجة حاجة تغزيها وطول الفترة دي انا هنحط حاجات تخليها تبيض كويس وتتحمل وكمان زي ما انت شايفة كده انا بحط لها ايه انت عارفين ده ورق بنجر علشان البيض وزي ما انت شايفة كده الاكلة هو ردة وتشيشة وعلف تسمين وهي رأدة علف تسمين لكن وهي بتبيض علف بيض عشان ساعدها انها تبيض ايه كتير وبيضة حجمها حلو وكبير وزي ما انتو شايفين مفيش حاوليها اي حاجة تزعجها لا دكر ولا ولا اي حاجة لوحدها في المكان على قد ما تقدري مش شرط يعني ان انت تعملي ده اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسناش بقى في اللايك لان اللايك ده مهم يا جماعة بيهو اللي بيرفع الفيديو خلي الناس كتير تشوفوا وشير واشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفنا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد انا بأكلهم زي ما انتو شايفين كده الحاجات اللي تخليهم يبيضوا بطريقة كويسة زي ما انتو شايفين الخلطة اللي احنا بنعملها للفراخ اللي بتبيض بطاطس مبشورة جزر مبشور بانجر حاجات دي ممتازة ومهمة جدا جدا بالذات في الفصل اللي احنا فيه دوت ولو يعني اي سؤال عندك عن البط والترئيد والانتاج بتاع البط ازاي انت جبطت من بيتي اكتبولي في التعليقات اي سؤال واي استفسار وان شاء الله انجاب عليه مع بعض شكرا والسلام عليكم سلام